امانا منها باهمية الياقة البدنية قامت وزارة الداخلية بنشر فكرة ممارسة انواع مختلفة من الرياضات بين منتسبي الوزارة وزيادة الوعي بها لما لها من انعكاسات مهمة على نجاح رجل الامن في اداء مهمه وعلى الجانب الاخر استطاعت من خلال عملها الدؤوب ضمن استراتيجية الاتحاد الرياضي الحصول على شهادة الايزو في الخامس عشر من فبراير الفين وستة عشر التقدير التالي يكشف لنا كافة الجوانب الاجابية التي يتمتع بها الاتحاد اهداف متعددة برؤان ثاغبة حققها الاتحاد الرياضي للامن العام منذ تأسيسه من خلال نجاحات لافتة على الصعيدين المحلي والدولي رفع بها منتسب وزارة الداخلية اسم البحرين عاليا خصوصا وان هذا النجاح كان ثمرة الجهود المستمرة التي سار عليها الاتحاد طوال الفترة الماضية تضافر الجهود والدعم الذي نحص من الغيادة حقيقة عطانا القوة عطانا ان احنا نكون على قدر المسؤولين احنا نعد فرق تتميز فرق تكون حاضرة في هذه البطولات فرق ان هي تكون موجودة لتحقيق انجاز وليس لمشاركة فقط الخطط السليمة المدروسة كانت كفيلة برفع مستوى مخرجات الاتحاد لتؤهله للحصول على شهادة الايزو في فبراير من العام الماضي بالاضافة الى فوزه بعدد من الميداليات والمراكز في مختلف المحافل المحلية منها والدولية كان اخرها تكريم الاتحاد الدولي للرياضة الشرطية لوزير الداخلية بمنحه يسام الرياضة الشرطية الدولي والذي يعد الانجاز الاكبر لوزارة الداخلية ليكون في الوقت ذاته اكبر دافع لمواصلة العمل وحصد الانجازات اول ما بدأنا معسكرات خارجية هي اللي ساعدتنا ان ننئيب مراكز كانت في بطولات داخلية وخليجية هي اللي خلتنا نتدرب وننحقق انجازات وكان اخر انجاز حققنا في اذربيجان وكان الدولة برع فهي الشي ساعد الفريق انه يرفع عالم البحرين وانه يبين انه فيه لعبين يقدرون يحققون المراكز الاولى بناء منظومة ادارية معاصرة تساهم في ترسيخ بيئة داخلية محفزة وداعمة للتميز والابداع في الاداء وفق افضل الممارسات بالاضافة الى ترسيخ صورة الاتحاد داخليا وخارجيا كانت الركيزة الاساسية لاكتشاف وصقل المواهب الرياضية لمنتسب الوزارة ليتمكنوا من تحقيق كل تلك الانجازات ترجمة نانسي قنقر